اشتركوا في القناة 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 أو اللي هو الإنسان اللي بيمر محرم المراهقة اللي بيمر بمراحل المراهقة الصفة الغالبة عليه أو الصفة الجميلة اللي ربنا ادهاله هدية رائعة جدا وأغلب المعلمين أو الآباء أو الأمهات الغير طربويين بيبوزوها لنا وبيفسدوها وهي صفة مقاومة الأوامر والله من أروع الصفات اللي ربنا ادهاله المراهق هي مقاومة الأوامر لذلك يا دكتور على يعني الصفة مقاومة الأوامر هي دي أحسن صفة أو من أحسن الصفات اللي موجودة في المراهق من أعظم هدايا ربنا للمراهقين عشان يبقى شخصيات قائدة وليست شخصيات منقادة هي مقاومة الأوامر يبقى أنا كأب لا قبل حيك أنا كأب يبقى دي رسالة لكل فرد في الأسرة أن أهم صفة في صفات المراهق أنه يبقى بيقاوم الأوامر وإحنا بنقتل الصفة دي وبنقتل فيهم القيادة مقاومة الأوامر ليه؟ هدية من ربنا سبحانه وتعالى عفوا هدية من ربنا سبحانه وتعالى بيقاوم الأوامر ليه؟ لأنه خلاص داخل على مرحلة الرشد مرحلة النضج مرحلة تحمل المسئولية مرحلة القرارات الحاسمة مرحلة أنه هو حيقوم بجميع مسئولياته وشؤونه إزاي ما يمرش بمقاومة الأوامر يقولك لا احترموني يا بابا محدش يشتمني محدش يقول لي فاشل محدش بس هي أول لابس بيجي منين مثلا حد حقيقة مثال بيبقى المراهق النهاردة بيبقى عايز يعمل حاجة بس الحاجة دي غلط فأنا بقوله لا ما تعملهاش تعالي أنا كده قومت ما هو مصمم على رأيه ورأيه ده هيقدل حاجة غلط التصميم بيجي منينا دكتور عادل هو أصلا عنده مقاومة الأوامر دكتور عادل مساتر عليك آه دكتور علاء حبيبي يا ناسم جدا دكتور علاء حبيبي دكتور علاء الصفة دي مقاومة الأوامر هو بيقول عايز يسأل ليه فدي حاجة جميلة ليه بوابة المعرفة بوابة العلم بوابة النضج طب أنا بني آدم أنا ليها شخصية طب عايز أشارك أنا عايز أقوم بمسؤولية طب عايز أقوم بشؤوني طب استأذنوني قبل ما تاخدوا قرار يخصني تعرف المشكلة فيها هي المشكلة بشي مشكلة المراهق المشكلة أن إحنا ساعات بنتعامل مع المراهق أنه لسه طفل هو ده الجزء الخطير جدا لازم أوجد لغة حوار بيني وبين طفل مش طفل بقى ابني اللي دخلها محط لازم يبقى في ليه قوات حوار لذلك بيحصل ارتباك شديد جدا عند المربين لما الأولاد بيبدأوا يكسروا 11-12 سنة هو الأب مفكره لسه طفل وهو بيشعر المراجل آه خلاص يعني بدأ يشعر أنه هو في عالم الإيه في عالم الرجال وأنه هو له رأي ولو حيسية وكده هو ربنا اداله صفة مقاومة الأوامر لو بوزناها وكبتناه بتتحول لعند ولو قومنا المراهق أكتر وبدأنا نبدأ نتعامل معه بالإهانة واللوم والتوبيخ والتعليمات أنا كسرته آه تبدأ بقى العند مش هيستمر عند هيبقى أخطر من كده وهو العدوانية يبدأ يعتدي بعض المراهقين بيعتدوا يعتدي بالألفاظ بيعتدي بالإيد بيبدأ يدخل في مرحلة غير جيدة بعد كده لو إحنا لو استمرنا في إفساد شخصية المراهق وإلغاء شخصيته بياخد سكته إما سكة الإنقياد ويبقى شخصية منقادة وضعيفة واللي هو عامل أنا شعار بقول للمتدربين عندي في الدورات برنامج مراهق وأفتخر بقول له خاف من ابنك الساكت يعني فضل يتشتم أو فضل يتقال له يا فاشل أو فضل يتقال له لا أنت ما تقدرش لا أنت ما تعملش أنت مش كويس خلاص بدأ يسكت لو سكت قوي وما بدأش يدافع عن نفسه وما بدأش يقول أنا عاوز أنا لأ ما حدش يقول لي كده ما حدش يهني لو سكت خاف من ابنك الساكت بداية الأمراض النفسية طبعا وبداية الإنقياد وهذا الشخص المنقاد الضعيف اللي ممكن بقى يبقى ضمن خطة أي حد خطة إدمان اعتداء جنسي يعتد عليه جنسيا أو يدخل في سكة مشاكل إباحية ويبقى شخصية خلاص إن عدمت الشخصية وانسحقت الشخصية في فعل من صفات المراحق أو ياخد سكة تانية دكتور علاء عاستأذنك وهي سكة بعد العدوانية التمرد تمام التمرد بقى التمرد على كل شي يبدأ يقولك أنا هسيب البيت لكن لو إحنا بدأنا نتعامل مع مقاومة الأوامر على أنها صفة جميلة ونهدية من ربنا ونبدأ نحترمه هنعمل شوية حاجات بسيطة جدا هنديله احتياجاته لأ بس قبل ما نروح لإحتياجاته فضل حقيقة أنا ملاحظة أنك دائما بتوجه الكلام للولاد هل في صفات المراهقة بتختلف من البنت للولاد؟ متشابهة جدا بعض الأدوار بتختلف لكن هي المراهقة عند الولاد هي المراهقة عند البنت العلد وكل كل حاجة في صفات المراهق أما البلوغ بيختلف طبعا شكلا وإيه وموضوعا لكنه في نفس السياق حيكت عايزة تسترسل في الحوار وتقولي إزاي نتعامل بقى مع صفات المراهق احنا قلنا إزاي نكسب المراهق وإزاي نتعامل مع صفاته لازم أعرف أن المراهق له احتياجات كتيرة حقه زي ما كان طفل وله احتياجات اللعب حب اللعب وكثير الأسئلة وإن الطفل ملول ملول عشان يتعلم وإن الطفل عنده حب التملك في المرحلة من من اتنين لستة سنين عنده حب التملك وزي ما الأطفال في مراحلها المختلفة لها صفات واحتياجات برضو المراهقين عندهم احتياجات على رأس احتياجات المراهقين أربع احتياجات خطيرة ومهمة جدا بتشكل جزور شخصية المراهق تمام واحد الاحترام أن أنا أحترم المراهق واتنين التقدير هنسردهم يا دكتور علاء وبعدين تفصيل صغير لكل الاحترام والتقدير والقبول والحوار أربع احتياجات مهمة جدا والاحترام غير التقدير الاحترام لشخصه الاحترام لغرفته يعني أحد الأمهات مبلح وانا بدي محاضرة في أحدى المدارس في اسكندرية بتقول لي أنا بفتح الباب على ابني علشان يشوفه بيعمل ايه كل باب مغلق يطرق طبعا ما ينفعش اقتحم عليه الغرفة إذا كنت أنا بطلب منه كده هي المشكلة بتيجي برضو إن أنا بطلب من ابني حاجة يعملها وانا ما بعملها شكرك يا دكتور دي قيمة قيمة أنا مفروض بطلبها منه الاستئذان والاحترام يبقى الاحترام لشخصه لإسمه بس هي ممكن تكون بتعمل كده بدافع أن هي خايفة يكون بيعمل حالها ما عندهش حلول يا دكتور ما عندهش حلول ما فيش قبول للمراهق ما فيش حوار لا هي المراهق هارب هارب من الحوار هي خايفة لأن وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي بعت الخوف مش حل يا دكتور الحوار ما أنا بقول لحضرتك الاحترام لشخصه لإسمه لغرفته لتليفونه دي خصوصياته دي شخصياته بتشكله كيانه واحترامه الذاتي النقطة التانية التقدير لا معنش قبل ما أسأل النقطة لو لنها معنش عشان فط ما هو النهاردة حاليك أنا حطرت جزلا أن ابني بيعمل حاجة مش كويسة في الموبايل اه وأنا مش هشايك على الموبايل بتاعه بين اللحظة والأخرى ما هو هيستمر ويتمادة في هذا الفعل السائل اللي بيعمله اه المناسبة أنا بحاول بس أفصل ليه رائع جدا رائع جدا جدا وبتبص في الموبايل بتاعه احنا في مرحلة الطفولة بنقول للأباء والأمهات تحت 12 سنة ممنوع الطفل يختلي بالنت يختلي بالسوشيال ميديا مع نفسه لابد أن يكون فيه مشاركة طبعا لو احنا تدرجنا في التربية مش هايبه فيه مشكلة عند سنة 10 أو 11 سنة بنبدأ نغير قناعة الطفل ونقول له علشان فيه فيروسات علشان فيه ممكن تشوف صورة ما تعجبكش صورة عريانة شكل ما تلاقلوش تفسير فإحنا ممكن ننزل اللاعب مع بعض المشكلة بتينيبين بقى الأولاء الأمور بيخاف يقول لابنهم أحسن تشوفش صورة عريانة ما دا اسمه التعتيم بقى الله ينور عليك دا اسمه التعتيم يا دور أنا لما بعلم ابني أو بنعلم الطفل إزاي إزاي يحمي جسمه أنا كأب بمسكه من الأماكن دي وأقول له محدش يمسكك من هنا محدش يبوسك هنا محدش يقعدك على حجره ما لازم أعمله كده إنما التعتيم الجنسي اللي بيسبب لنا مشاكل جدا وبيخلي الولد عنده حافز إنه يدور ويبحث عن إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيكون بس أنا عليها وجهة نظر برضو هنا كإضافة على كلام حضرتك إن أنا لما بجأت له منه حاجة لازم أقول له أنا بطلبها منه ليه يعني ليه محدش يبوسك هنا ليه محدش يقعدك عليك أنا لازم أشرح له بزبط بزبط ما هو دا دكتور اللي حضرتك بدأت فيه بشكل جيد جدا بقول له حضرتك الاحترام غير التقدير التقدير لو أنا وفرت الاحتياجات وتعاملت بصورة جيدة مع الصفات مثال صفات مقاومة الأوامر آه بيسأل ليه آه تمام طب نبدأ نشارك مع بعض إحنا عايشين في أسرة المراقب بدأ يبى راجل بدأ ياخد مسئوليات بدأ يبى شخص يعتمد عليه يحس بذاتيته يحس باستقلاليته واستقلالية رأيه لأن المراقب يتعب قوي لأنه أول ما بيكسر 12 سنة 13-14 بيبدأ يناقش الأفكار والمعتقدات وبيبدأ يكون أكثر إيه عصبية من نمو جميع كل حاجة بتنمو عنده قدرات والغدد كل حاجة بتنمو وكل حاجة عنده لها تساؤل إيه اللي بيحصل وليه وأعمل كده ليه وأنا مجبر ليه كل ده لذلك احنا بنقول لو وفرنا الاحتياجات عرفنا احتياجات كل مرحلة احنا قلنا ثلاث مراحل مراهقة تماما لكل مرحلة احتياجات طبعا ولكل مرحلة صفات أنا عاوز من المراهق من المربين والمعلمين وكل المتصدرين للتربية يعملوا إيه إزاي يتعاملوا مع الصفات بصورة جيدة وإزاي يوفروا الاحتياجات لو أنا حكمل الأربع احتياجات لأهميتها واختورتها التقدير على الأفعال قلنا الاحترام للشخص لشخصه أما التقدير على أفعاله كل فعل صغير نقدره حقا صارت نقطة المدارس هو هو أنت وحركوا بتدهم مخاضرات في المدارس لمن بقى؟ للمعلمين أخصائيين الاجتماعيين أخصائي النفسي أخصائي النفسي بدأت المدارس وخاصة الخاصة مراحل يعني مراحل إعدادية مثلا كنت أمس في إحدى المدارس بدي المعلمين المرحلة الإعدادية إزاي يتعاملوا بس وما كانوا مركزين على المشكلات بدأت بفي مشاكل الاكتئاب الحاد بدأت بفي مشاكل الانهيار عند بعض البنات أنا ليه رأي؟ الكاتينج أنا رأي إن إحنا محتاجين ندي المدارسين اللي بيخشوا للتلاميذ من أول برايمير 5 أو برايمير 6 بالضبط مش إعدادية لا لا بالضبط ما هي دي يعني دي أمنية أمنيات إن احنا نعتمد التربية الإيجابية في مدارسنا نعتمد الصحة النفسية بجد كان زمانة دكتور علاء يقولك الرجل الذي ليس له داعي هو الأخصائي الاجتماعي الرجل بيعملش حاجة قاعد في المكتب دلوقتي لأ له دور خطير جدا 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 بالعكس الأخصائي الاجتماعي دلوقتي بيروح يدرس إرشاد نفسي وبيدرس تعديل سنوك لأن الموضوع مخاطر شديدة جدا مثلا الموضوع مشكلته بحقيقة واحدة بس الموضوع إن الحالة واحدة ما تكفوش لازم يبقى أنه أكتر من الحالة لأن إحنا هنكمل بقية الأربع أخوانات حياتي قلت عليهم ولكن مع الأسف الشديد إن الوقت دخل لأنه ده من الحوار الحلو ده بيخلص وقت بسرعة أشكرك يا دكتور ولكن خلينا أقول حاجة بتكلف موضوعهم جدا موضوع ده إحنا لازم نفرد له حرقات لأن الموضوع ده بيلمس كل بيت والموضوع ده مهم بالنسبة لكل بيت حياتنا كلها 21 من 11 سنة ل21 سنة أنت عندك لا يقل عن من 30 ل40% من بلدك أو من شبابنا موجودين في المرحلة دي وإزاي لا نجيد التعاون مع الصفات ولا نوفر الاحتياجات لو ختمنا بمصطلحين صغيرين كده دكتور علاء إن عايز أقول للمربين إن كل سلوك معيب كل سلوك سيء كل سلوك أنت مش بتحبه في المراهقين خلفه احتياج غير مسدد سدد الاحتياجات حتلاقي وكل لما تركز على السلوكيات المعيبة عند المراهقين بشدة هو هيقاومها بشدة فكدت عايز أقول الاحتياج الثالث والرابع لا الاحتياج الثالث ده هنخليه بحق التاني اسمه بس يا دكتور علاء القبول طبعا معنى أنك تقبل المراهق مش شرط أنك ترضى ترضى بصفاته اللي غير جيدة لكن قبولك له هيخليه فيه أريحية في التعامل وخليه يقبل أنه هو يتفاهم معك ويفتح معك حوار جيد أشكرك جدا أنا أشكرك على الحوار الجايد اللي احنا فتحناه مع بعضينا وأنا من قياس الحوار إذا كان جايد ولا لا نضيفي دائما بيعايز يسترتفع الحوار مش عايز يخلص ودي بالنسبة أنا دي شهادة أعتزدي أنا بيها شكرك جدا دكتور محمد رائع شكرك جدا دكتور محمد رائع شكرك جدا أنا عايزة أشكرك أنا عمصار شخص استفدت معنا شكرك جدا لأننا عندي أطفال في براحل المراهقة وأنا استفدت لازم نوجد لغة حوار بيننا وبين أبنائنا ولازم نحسسهم أنهم صحابنا مش أولادنا بالضبط رائع جدا من أجمل الكلمات اللي نكتب بيها أننا نكون أصدقاء لأولادنا إحنا مش هنكتب إحنا لها الإبن الإنسان الإبن الإنسان أهم وأعظم من الإبن التلميذ طبعا طبعا شكرا دكتور محمد في نهاية فقرتنا الثانية النهاردة الفقرة الثالثة بتاعتنا النهاردة مشاهبات عادل وعلاق ونشوف بقى قصة القونين الكارزمائي فاصل ونواصل